زميلي فلان الفلاني وإحنا قد نتكلم فشفنا الجزء بتاع تصنيع الأحزاية وحاجات زي كده فبقول له شفت المتاق قال لي أيوة ما أنا أهو لابس منها قلت له طب أول سؤال بقى حلوة قال لي آه قلت له طب ومريحة معاك قال لي جدا قلت له طب حمالة أسية قال لي آه قلت له طب هي سعارها كام قال لي كذا خد بالك بقى أنا مش أقول أسعار يعني خد بالك بقى المركة دي اللي الرئيس وقف قدام الماكينات بتاعت الاختبار بتاعها النهاردة ويمكن أنتوا أكيد تابعتوا في النشرة وفي التقارير بتاعت التغطية وما إلى ذلك مراحل التصنيع المركة دي سعرها بجد بجد كام يا وزي بالضبط سعر الحزاء المستورد من مركة أخرى مستوردة بقى بتاعت بلد بره مشهورة كده تقريباً 8 أضعاف ونص سعر المنتج المحلي فقلت له هي مريحة لزميلة ده تقول له مريحة قال لي آه تقول له حمالة أسية زي التانية قال لي آه تخيل فرق السعر 8 أضعاف ونص سؤالي وما نجيبهش ليه أنا قبل ما أبدأ أتكلم على زيارة فخامة الرئيس النهاردة عايز أقول لك الحاجة لطيفة كده حصلت سنة 2018 وبرضو متعلقة بالأحزاء في شركة شهيرة جداً 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 في أمريكا وليها فروع شركة أساسة في أمريكا 56 ليها بقى فروع في حتة كتير في الدنيا في أوروبا في مصر في الخليج في حتة كتير أول معروفة بأنها بتبيع الأحزاء بأسعار مهودة جداً جداً يعني تلاقي مثلاً سعر الحاجة بتاعته مهودة جداً بالنسبة للأمريكان يعني مش بقولك يا عم بالنسبة لها وبالمناسبة أنت حتى لو ضربتها في سعر الدولر يعني هتلاقيها بالمقارنة بأسعار تانية تعتبر مهودة لدى بعضه بيبيعوا عادة متوسط الأسعار بتاعتهم مثلاً إيه 30 دولار الشركة دي في 2018 خدت بعضها وراحت فتحت فرع في لوس أنجلوس في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية بس ما حطوش عليه اسم شركتهم المشهورة حطوا اسم جديد خالص وعملوا وجهة كده مبهرجة وحطوا نفس المركات اللي بيبيعوها هي هي بس عامولها بقى طريقة عرض مختلفة طيب وحط 30 دولار لا حط 600 وعزم بقى ناس عزم انفلونسرز من بتوع الانستجرام والحاجات الياها الجديدة دي بتاعت السوشل ميديا وتعالوا جماعة وجربوا الأحزية فالناس تجربوا الأحزية آه جميلة ايه رأيك يا سلام دي خمات فاخرة لا واضح جدا فيها الشياكة واضح ان التصميم مدفوع فيه كتير الخمات غالية التصميع مش عارف عامل ازاي والراحة المتنهية اللي مفيش زيها هي هي نفس الأحزية امه 30 دولار حطوها في المحل التاني ب600 بس الناس خدت قرار طالما هي ب600 دولار تبقى حكاية عايز اقول لك ايه دلاخر حضرتك بتشتري الوهم كل يوم لما تاخد بعضك وتقرر انه دي علشان غالية تبقى حكاية انت بتشتري الوهم ده بيحصل ساعات فيه منتجات زي الملابس والأحزية والمش عارف ايه بيحصل ساعات في حاجات شوية متعلقة مثلا بايه الألم ممكن تقول لي ايه الفرق ما بين ألمين واحد ب3000 جنيه وواحد بخمسة جنيه ونص هما مش اللي اتنين بيكتبوا يعني انت عايز ايه انت عايز الوجاهة يعني عاوز تقول انا جايب القلم اللي ماركته كذا وتعلقه كده في الجاكت ولا في القميس وبتاعه تبقى انت برنس طيب انت عاوز الحزاء او الجزمة اللي حدك بتشتريها دي تبقى مريحة وحملة قسية ولا انت عاوز تشتري الماركة الختمة اللي مكتوب عليها ده ده سؤال زي بالضبط العربية انت بتشتري العربية اللي على مقاسك على احتياجاتك يعني اغلبنا الاسر المصرية المواطن المصري عايز عربية ايه عايز عربية يبقى فيها تكييف عشان الحر وشوية الحاجات اللي هي ايه مريحة يعني يبقى فيها سنترالوك ازاز كهربا اه بص ده المصنع والمكان بتاع الاحزاء يبقى فيها ازاز الكهربا يبقى فيها مثلا نظام صوتي لطيف زريف تبقى العربية واسعة علشان تبقى قاعد فيها انت عمرتك والعيال مستريحين ايه السفرية بتاعت نص السنة ولا سفرية تصف تعرف تشيل فيها الشرونط كلام من ده صح صح طيب كمان ما نقدرش ننكر لازم تبقى العربية فيها اشتراطات الامن والسلامة تبقى بتسحب سحبة كويسة مش عشان حضرتك تكسر الرادار لكن علشان ما تبقاش ماشي زوحلفة هتلاقي عشرات المركات اللي تنفعنا وسعرها شويتين على قدنا ماشي الكلام؟ لأ في واحد لو مركبش المركة دي يحس انه الدنيا متتهد ولا فيه اي فرق في حاجات كتير بتشتريها في العربية انت مش عايزها حد حبيبي ما يصور الحال جدا ما شاء الله بتعود يشتري مركة معينة وبيشتري هذه المركة اعلى حاجة فيها فمرة بتكلم معه بيغير العربية مثلا مرة كل خمس ست سنين كده ولا حاجة فبقول له ها هتغيرها بقى بالموديل الجديد قال لي لأ انا اكتشفت ان انا بشتري عربية فيها حاجات كتير قال لي يعني مثلا الكرسي فيه سخنات عشان البرد قال لي احنا في القطب الشمالي قال لي بالضبط الكرسي فيه مكان مساج قال لي ولا مرة جربته السقف مش عارف بانوراما قال لي انت بتفتح السقف عشان تتفرج على السماء وانت سايق او حتى اولادك او زوجتك بيقعدوا بيعملوا كده يعني بتبقوا قاعدين في العربية عاملين كده كل ده هنتريش على رأي عمر اديب كلاموزيا على رأيي مين فينا او مين اي حد انا عربيتي ما فيهاش السقف في البانوراما ده يعني بس مين فينا جاب عربية فيها سقف بانوراما وقاعد عمل كده سواء اذا كان هو سايق او لو معا حد في العربية يقاعد عامل كده وانا مجنون او قاعد عامل كده ليه يعني غريبة صح؟ طيب مين فينا اصلا نستخدم فتحة السقف اللي في العربية ده بكلمك بجد والله العظيم سيبك بقى من المساج والتسخين بتاع الكراسي والبشي بتاعز عربية شكلها حلو انسيابية علشان مقاومة الهوف اتوفر معك بالبنزين في الكهرباء في الغاز زي ما يطلع يعني شوية حاجات دي اللي انت تدور عليها لكن انت بتدور على المركة اللي جاية مش عارف مين ايه يا عاما قول يا بسط المسألة مش كده انت ما بتستمتعش في كل ده انت بتضحك على نفسك لان انت اصلا ما تحق عليك دي كلها سياسات تسويق زي ما كنت بقولك كده الشركة اياها بتبيع هو الحزاء بتلاتين حطته هو هو في محل تاني بستمية نسقت لك الله ولهذا انا بقولك انت تدحك عليك لما قالك المنتج المصري وحش المنتج المصري مش بيعيش المنتج المصري مش مريح مين اللي قال يعني بالمناسبة انت في حاجات كتير جدا بتشتريها على سبيل المثال وانت متصور انها صناعة اوروبية وهي صنعة في الصين لو جيت بصيت على التيكت يعني مش فيها غيرش على حاجة بص هتلاقي صنعة في الصين صم ما في مش عارف ايه في اوروبا لكن هو صنعة في الصين نفس القصة صنعة في الصين هي صناعة عندهم صناعة كويسة ما نقدرش ننكر واحنا هنا عندنا صناعة كويسة جدا بس انت خد القرار انك انت تشتريه منتج مصري ده بمنتهى البساطة خلوني ارجع بيكو دي كنت مقدمة للي احنا بنتفرج عليه دلوقتي ده اشتركوا في القناة